هنعرف ازاي نعمل الديمجلاس تاني مع بعض بس هعمل الديمجلاس من عضم البط لما نيجي نعمل الديمجلاس احنا بنلتزم ببعض القوانين اول حاجة يبقى عندي عضم كميل العضم ده انا هدهن وبيدهن كده بمعجول الطماطم بيخش الفرن ياخد اللون اللطيف ده مثلا ده عضم انا النهاردة هعمل الديمجلاس من عضم البط واخد لون لطيف قوي الحاجات اللي جنبيها دي بقى ايه تفاح ليه الحاجات المسكرة الحاجات الفواكه بتحب البط جدا 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 خدت برضو التفاح ده حطيته هنا فيه طاصة هنا حطيت معها الميرو با الميرو با اللي احنا متعودين عليها اللي هي البصل الابيض بصل الابيض مع الكرافس مع الجزر كل دول متقطعين ورفاية جدا مع سنة ايه زيت ونسبها ايه تلت ساعة كده لحد ما يبقى دبلان ما يبقاش محروق ما يبقاش مكارمن انا مش عايز لون عليها انا عايزهم يبقوا دبلانين لطاف جدا جميل حطيت معهم التفاح وحطيت بقى ايه شوية توم عليهم ندي طعم طيب عشان نعمل نكمل الدامجلاس بتاعنا بناخد الكلام ده كل ده شايفين دبلان ازاي ولطيف ومطلع ايه لسه محتفظ بالطعم بتاعه يعني هو مش محروق مش مكرمل مش محمر مهمة قوي يا جماعة ان هي بقى تلتبقاش محمرة بعدين هياخد العضم ده قعد في الفرن بص ده اخد معجون الطماطم ودخل في الفرن على درج حورة مية وتمانين لمدة ايه مثلا يعني خدت نصف ساعة يعني وبتمم عليها بتشوف لو قلبت ولا يعني اللون بتاعها زبط معايا قلب على الوش التاني وكل الكلام ده هنحط كل دول مع بعض بايه حتة التفاح دي يعني ما رميتش اي حاجة وما اقشرتش التفاح اللين ده حيتصفق فمش لازم ايه اوجع دماغي طيب هنا في بهاريز احنا متعودين نعمل ايه مع البهاريز بنلم البهاريز طيب احنا ايه خلينا احط عليها مية وايه بالسباتولا ويدوب اكحت بالراحة 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 عشان يفكلي كل الكلام الحل وقوي اللي حاصل هنا ده 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 اساس طعم لو لسه طالع من الفرن طبعا بيبقى الموضوع اسهل شوية بس تفرجوا ادي لون المية المية ملهاش لون بس اول ما نزل هنا واكحت ايه ويدوب اسلك البهاريز منه هنلاقي اللون المية بدأت تتغير كده اتس ماش عايزين نرمي البهاريز دي بعد كده هنغطي بمية ساقعة مش هنغطي المية سخنة يادوب نغطيها بمية وخلاص طبعا لازم بنحط ايه فلفل اسمر حب جميل انا عايز احط كسبرة كسبرة هيبقى لطيفة جدا حب مش مش مجروش وحوط سنة بقدونس دي العيدان على شوية من الاساسي فيها العيدان عايزين تحطوا بقى حبهان ومستيكة وكل الكلام اللطيف ده محدش انا مش هقول لكم لقى خالص مش هقول لقى خالص مش هتدايق منكم خالص لو عملت الموضوع ده بس ايه خلينا كده انا عايزهم من دول ياخدوا غلوة تمام ويعيشوا حياتكم مع بعض شوية نيجي بقى ليه الاساساسا دول مين دول دول صدور البط صدور البط اه ليها ليها اصول انا عايز اعمل صدور البط اه اول حاجة لازم أعرف ان صدر البط فيها تحت الجلد ده فيه دهن كتير جدا فانا عايزة صفي الدهن دي ايه واحدة واحدة ومجايب سكينة حامية ويدوب هجري السكينة على وش اللي ايه الجلد حاجة حلوة قوي 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 بحب المرحلة دي جدا ملح على الجلد طاصة سقعة نصاخنا اول مرة هتلاقوني او المرارات الوحيدة اللي اقولكو مش اقولكو تاصة مولع نار لأ انا عايز تاصة سقعة كميل احطهم جنب بعض بعد كده اولع النار فاضل لنا ايه بقى فاضل لنا موضوع اللسان العصفور لسان العصفور يا جماعة سهل جدا 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 اتجيبوا ميا وخلاص صح ميا ولسان اللسان العصفور عبارة عن ايه اكيد مفيش عصفير بطلة تصوصوا عشان نحن نشن اللسانة اللسانة بتاعتها سعر يعني مفيش كلام ده يعني دول مش عصفير ده باستا ده نوع من انواع الباستا بس هو ايه واخد شكل لسان العصفور انا بحب اطلع طعم من اللسان العصفور فباخد اللسان العصفور بحطوهم في طاصة او حلة سخنة شوية بديلوا سنة زيت هحمروا في الزيت هحمروا في الزيت زي ما بنعمل مع الرز بالزبط يعني انا بحب جسط طيب جدا جدا مع البط فممكن نحط ايه لو جسط طيب مبشور يعني تنتوفة بعود قرفها يبقى حلوة جدا فيه شوية واخدين لون حباية وحباية لطيف جدا جميل هنا بقى ايه نبديله المرأة كي انا بعمل رز بالزبط صدور البط شرحنا في الجلد عشان ننزل الدهن رشناها بملح قبل ما يتحطف في الطاصة عشان ايه نقرمش الجلد طاصة سقعة بعد كده ايه ونولى عليها النار ينزل دهنته واحدة 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 بص بقى ايوة تعالي بقى عشان اوريك بايه الجلد اللي بقى الان بقى لقى الجلد هيتحرق الجلد هيتحرق مفيش حاجة يسمعها الكلام ده يا جماعة بالراحة عليها جولدين براون هو ده اللي انا هايزينه نقلبها الناحية التانية زي الفل فرن مية وثمانين ويكمل في السويته انا عقد ده رح حط الطاصة بتاعتي في الفرن ليه عشان الايد بتاعتها حديد ريحة لطيفة جدا والقوام بقى ايه تعالوا بقى ايه اوريك القوام ده بقى ايه ده الروزوتو ده كده الروزوتو شايفين هاي بترجع الوحدة هزيه هو ده القوام اللي احنا عايزينها من الروزوتو يعني احنا كده عملنا اورزوتو لما نيجي بنعمل الروزوتو احنا متعودين ان احنا بنفنش بحكتين بنفنش بزبدة وبنفنش بجبنة طعم جان شيز يعني بصفة عامة نهاية ده ما بتبقى برمجان شيز هل ممكن نخلص نفنش بأي نوع جبنة تانية اه ممكن بس خلينا في الجبن المعتقى برمجان الجبن الهولندي المعتقى جبنة رومي مصري تمام طيب انا كده خدت لإيه اللي انا عايزه من العدم والحاجات اللطيفة دي بابتدي صفي عشان بابتدي استخدم بقى دي في الايه في الصاص بتاعنا ايوة ساعات ساعات تلاقي بقى بزاة الحلل زي دي تلاقي انه ايه من ناحية تانية اهو عجيز النصفي عشان كده شكرا طيب ناخد بقى الايه الصدور البط من الفورن بس كده بتاعلى حبيبي طيب كده معنا اللسان العصفور اهي عايزة فنشة جميل وعندي كمان اللي ايه انا عايزة يأكل وبعد كده عندي كمان الشربة عايزة عمل صاص هنعمل فلوتاي فلوتاي عبارة عن ايه دي وزبدة مع مرأة الباشمال عبارة عن ايه دي زبدة مع ايه مع لبن هوا لبن مناكة بس هو سائل مناكة سائل مناكة مش لبن مع الرو يبقى فلوتاي سائل مناكة او لبن مناكة مع الرو يبقى ايه يبقى باشمال الزبدة تبتدي تسيح ويبتدي ايه يعمل رغاوي ولسه ما عامش رغاوي لسه ما عامش ايه رغاوي ها حط شوية خضرة طبعا على الكلام ده خلينا نلعب في كسبرة والجو اللطيف ده وعندنا شوية لمون هيبقى لطيف جدا ها هينطق هينطق كل الكلام ده ها بدأ تمام بدأ يتكلم ان هو يا عمر الغاوي فمش معلقة المعلقة واحد لواحد تقليب المستمر ده كده بلوند رو الريحة توستد فلاور بس اللون لسه ايه فاتح اشقر انا هكمل بدأت ايه هنلاقي ان هي هتبتدي تلون معايا شوية اللون هبتدي يقلب على ايه على بوني هو ده اللي انا عايزه خلي بالكوا اشتغلوا بسرعة شوية دلوقتي ليه عشان احنا مش عايزين الريح يتحرق انزل بقى بالايه ايه ده ايه ده قلب 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 سخنة على سخن شايفين بقى تقلت ازاي بقى تلطيفة ايوي هنا بقى هوط النار اديني مرقة تاني كل التعب باين نديني بقى ملح اديني فلفل اصمر اديني شوية ايه سكتوش كده نعناع اسمه ده ده اسمه ايه انتو عارفين اسمه ديني سنة عصير لمون ليه عشان اخلي انك هد تبقى ايه يعني زهرة اكتر ميستر زبدة ميستر زبدة ايه ايه هيا يعني بسيطة من الزبدة هنشلسن كتير ده في معلقة قصنجوه الزبدة هتعمل استحلب مع مع النشا اللي طلعت من اللسان العصفور خلي بالاكم احنا ما خسلناش اللسان العصفور تمام؟ هتطلع مع تعمل استحلب يعمل لنا صاص رطيف جدا هيحتفظ بقى على الكريميس على الشغل الكريمي اللي احنا تعبنين فيها مبشور يسيح فيها واحدة واحدة اخذ شوية سنة من المرأة حاجة بسيطة يعني من المرأة دي او مية سخنة او ايه 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 كده من الكلم صح لما نيجي نقطع صدور البط هوتو ناحية الجلد تحت سكينة حامية او ايه او ايه برح��� من يجتم سكينه ايه ايه اشتركوا في القناة